السلام عليكم يا احلى متابعين في الدنيا رب دايما تكونوا بخير النهاردة عندي فكرة حلوة جدا اطلبت مني اكتر من مرة على الانستجرام من البنات الصغيرين اللي بيروحوا المدرسة او الدروس بيبقوا عايزين شنطة يحطوا فيها الفلوس والموباهل عايزين شنطة كروس صغيرة تكون ملزوقة ما تكونش بخياطة فطبعا البديل بتاع الخياطة هو اللازق بمسادس الشامع انا دلوقتي عندي خيامة من الجلد عاملة زي الكريستيل تنفع لفستين السوري لو عندكم مناسبة ممكن تلبسوها على اي فستان سوري فكرتها سهلة جدا وبسيطة ولو مش محتاجينها كمان للمدارس ممكن لو عندكم مناسبة سريعة جدا عايزين تعملولها فكرة او شنطة تحطوا فيها التليفون مفيش ابسط من كده فكرة ومسادس الشامع هيلز اما الجلد كويس جدا وعن تجربة دوس بقى دلوقتي لايك حالا اللي هي انتو ببقتوش تدوسوا لايك خالص وكمل الفيديو للاخر انا دلوقتي الخيامة ديت كريستيل اللي معندي ادي من الجلد لو انتو مش عندكم الخيامة ديت ممكن نعمل اي حاجة تانية بديلة ممكن نعملها قماش ممكن لو اطفال صغرناني ممكن نعملها لهم من الفوم هيبقى شكلها حلو جدا انا دلوقتي كده جبت الخيامة بشيل بس الزيادات بعمل المقاس اللي انا عايزه يعني كل واحد هيعمل المقاس اللي هو محتاجه على قد مثلا التليفون اللي معيه او مثلا لو عايزينها لفلوس بس بيعملوها حسب الشكل انا كده طبقتها نصين وببدأ ان انا اشيل في حيث اللي انا فرقتها دي بحيث ان الوش بتاعها لما يجي يركب من قدام بالسكوتش هيبقى مناسب جدا مش هيدايقكم ولا يعمل كالكع فكريتها حلوة جدا مش هتاخد من لكم اقل من خمس دقيق بالزبط انا كده زي ما انتم شفتوها فرقت من قدام وهبدأ الزق من الجنب دوت ومن تحت انا لدلوقتي هياخد مقاس الوش بتاعها اللي هيبقى قدام انا كده هحدد بالزبط النسبة الدقيق وهقص الزيادة بتاعتها الخامة دي بس عفية شوية عشان هي من الجلد فاتقيلة شوية في القص بتاعها فكانت مقرفة بالنسبة لي في القص بتاعها بالمقص يعني انا كده خلاص قصية الطول هبدأ بقى كده بس هشوف النسبة بتاعتها هتبقى مرتاحة معايا ولا لأ هبدأ بقى ان انا اعمل دايرة من قدام عشان تديني شكل بيضاوي بشكله حلو معايا زي ما قلت لكم الهدف هو اعادة تدوير اي حاجة عندنا مش شرط ننزل نجيب خامات جلد او كده دي حاجات تبقى بواقي بتاعت افكار بنعملها ايام السوري او لو في مناسبات بنعملها انا كده تانيت نصين وهبدأ اشيل الزيادة علشان الدايرة بتاعتي تطلع مظبوطة معايا بالزبط ما عندكوش حاجة او مش عارفين تعملوها باديكم ممكن تجيبوا طبق وتعلموا بنص الطبق بالزبط وتقصوا عليه الشكل البيضاوي ده بيبقى شكله حلو جدا الشنطة دي في نهاية هتحسوا نهاية اكنكم شارعينها من برا انتو كل اللي هتحتاجوه اي تنزيم من عندكم انا عندي حرف شنال دوت انا قلت لكم ابي كده بيبايع بتلاية جنيه عند الناس اللي هما بيبيعوا اللوازم بتاعت الخردوات انا دلوقتي عملت كده دراع للشنطة من نفس الخامة برضو قصيته برضو سوى المسطرة مسترة طبعا بتاعتكم بتوبا تلاتين سنتي تقريبا عرضها حوالي خمسة سنتي انتو بتعلموا العرض بس بتاعها الخمسة سنتي ديت وبتاخدوها على مسافة طويلة انا كده بلزق بالشامع كويس لازم الزق اكتر من مرة معي علشان الشنطة تكون محكمة جدا الناس اللي بتقول الشامع ما بيلزقش كويس بالعكس الشامع بيمسك كويس جدا احسن من الخياطة كمان خصة مع الجلد وعن تجربة انا بقول لكم لما بقول لكم على حاجة بتكون فعلا انا مجربها بصد انا كده بعد ما لزقت بشيل بقى اي زيادة معي عشان الشنطة تكون متساوية معي ما يكونش فيها اي ديفو لو حسيتوا ان فيها اي ديفو حاولوا تزبطوا بالمقص وترجعوا تعيدوا عليها تاني باللز هو ده ميزة اللز ان ممكن تفكوا اي نعم هيعمل اصر من جوه بس مش مشكلة كده برضو من تحت ببدأ ان انا ألزق اهم شي اضغط كويس جدا علشان الشامع يلزق الشامع مجرد ما بضغط عليه مرة واثنين وتلاتة كده بيلزق معي برضو اي زيادة من تحت كده بشيلها علشان الشكل النهائي للشنطة يكون شكله حالو لو راحيه مناسبة يبقى شكلها حالو معينا ما ببنش خالص ان انتم عملينها في البيت الهدف هو لما بيكون عندنا بنتات صغيرة لازم يكونوا فاشون ايكن في نفسهم شوية لازم يعملوا مدلتهم باديهم ويعملوا كل حاجة على زقهم هما انا دلوقتي هبدأ الزق الدراع ودي اهم حاجة خالص في الشنطة ركزوا معي انا كده بلزق الدراع في الظهر في الظهر من ورا بحيس ان هو يكون مريح معاكم لما تيجوا تلبسهم الشنطة وفي نفس الوقت هاكد اكتر من مرة عليه بالشام علشان ما يخرجش خالص علشان لو حطين فيه تليفون يكون امان جدا ان التليفون ما يقعش منكم لازم اضغط كويس كده على الشام عشان خاطر يمسك معي وبرضو انا هلزق الوش من قدام تاني بس هزود كمية الشام علشان تكون امنة جدا معي بصوا بقى الكمية الشام اللي هنحطها من هنا دي دي اهم شيء هفر الكمية كبيرة جدا من الشام علشان خاطر تلزق معي تمسك الدراع كويس والوش مايتفكش خالص معي زي ما انا قلت لكم بصوا كمية كويسة بعد كده بلزق كويس بقى وبأكد عليها باديا ان ايه كده خلاص انا زبطها من كل الاتجاهات بضغط اكتر من مرة كده لغاية لما حس ان خلاص الشامع نشف من قدام بقى كده هبدأ ان انا ألزق الكوتشي الكوتشي ده برضو بيجي من عند الناس بتقول خردوات بيجي بالمتر المتر تقريبا بتلاتة جنيه او باثنين جديد ونص بس عملي جدا بينفع معينا في اكتر من حاجة انا هجيب كده مقايز صغير على قد ما انا عايز بالزبط انا هعمل مربع صغير ده بصوا بيبقى فيه وش نام ووش خشن ماينفعش الوشين نعمين او الوشين خشنين لازم يكونوا زي ما هو كده هو راجل بيدهونا ملزوق كده انا بلزق وهو مقفول علشان يكون محكم معي انا بلزق كده كويس جدا اهم شي ااكد بالشامع علشان ما تخرجش معي تاني واضغط برضو عليها كده كالعادة بعد كده هلزق لاتجاه التاني ولما بلزقها على بعض بتبقى سهلة بقى ان انا افتحها واقفلها خلاص انتم مجرد ما بتنشف الشامع بتبدأ وتفتحوها عادي خالص عايزين بقى تجيبو بيبقى فيه افل زغن كده لونه دهبي برضو بيتباع للشنط بس كل واحد بقى ورحته انا عملت بالفكرة اللي عندي انتم ممكن تزودوا عليها حرف الشنال ده بيديها شكل حلو جدا بيديها بقى حاجة غنية خالص ان هي جاية من جاهزة محدش خالص هيعرف ان انتم عاملينها وفي النهية كلها على بعض مش هتكلف خمسة ستة جنيه بس هتدينا شكل حلو جدا طبعا الشامطة كروز دي لو حاولتوا تجيبوها من برا مش اقل من سبعين تمانين جنيه دي دي كمان اللي هو السيارة الرخيص جدا منها ففيه احنا ممكن نعمل في البيت حاجات حلوة وتكون يعني مش مكلفة وفي نفس الوقت تدينا شكل حلو انا عندي اللولي النص ده برضو المتر بتاعه بخمسة جنيه تقريبا بس بيدي برضو شكل قايم جدا للحاجة فانا طبعا الطروف ديت مش عايزة اسيبها كده عايزة يخليها شكلها احلى شوية فابدأ ان انا الزع عليها اللولي النص ده زي ما انتم شايفين اللولي النص ده في منه مط وفي منه بيدي جانجا جانجا ده يعني بيدي اكتر من اللون ده بيفضي وكذا شكل ما بعض ده اللي هو جانجا علشان خطر يلي مع الخامة اللي هي الصورية لان الشنطة دي انا عاملها البنوتة هتروح بيها فرح صورية فعشان كده عملتها بالفاكرة دية انتم عايزين تعملوها للمدرسة ممكن تعملوها بخامة قماش محملة اما تعملوها من الفرو هتبقى شكلها حلوة جدا خاصة في الشتاء انا مش بنسى والله اي حاجة انتم بتكتبوها في ناس طلبت مني افكار حلوة جدا من الفرو هتحصل باذن الله الفترة اللي جاية مع بداية الشتاء احنا لسه في الحر دلوقتي ان شاء الله هعمل لكم اكتر من فكرة بصوا من شكلها عامل ازاي شكلها حلو قوي ما تبخلوش بقى علي باللايك والشير والسبسكرايب ولو لسه اقوم مرة بالتباني انزل بسرعة اضغط اشتراك وفعل الجرس لشان يوصلك الجديد شكرا جدا ليكم ومع السلامة